خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا نفى مندوب روسيا الدايم لدى الأمام المتحدة فاسيلي نيبينيزيا فرض مواعيد مفتعلة لتشكيل لجنة الدستورية السورية بعد مؤتمر سوتي وقال إنه لا يوجد هناك أي أساس لذلك نيبينيزيا قال إنه من المستحيل فرض مواعيد بشروط تتعارض مع إرادة الأطراف السورية ذاتها مشيرا إلى زيارة المبعوث الأممي الخاص تيفان ديمستورا إلى سوريا بدعوة من النظام السوري بأنها كانت مفيدة لجهة تنفيذ مقررات مؤتمر سوتي المندوب الروسي عبر عن قناعة بلاده بأن ديمستورا لن يدخر مجهودا لإحراز تقدم في قضية اللجنة الدستورية قبل انتهاء فترة تفويضه لافتا أن روسيا ستساعده على إنجاز ذلك كما حذر المندوب الروسي من وصفهم بالراغبين في تحقيق مكاسب مشبوهة من إلحاق الضرر بالعملية السياسية من خلال ما قال أنه تأجيج مفتعل للأزمة من شأنه أن يكون جريمة ضد العملية السياسية مبينا أن ذلك يخص المشاركين الغربيين بالمجموعة المصغرة ديمستورا قال من جانبه أن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم رفض أي دور للأمم المتحدة في اختيار قائمة اللجنة الدستورية وطالب بسحب مقترحها حول القائمة الثالثة مضيفا أن النظام وروسيا اتفقا على أن الدول الضامنة لأستانا ستعد مقترحا بهذا الشأن لتقديمه إلى المنظمة الدولية كما وأكد المبعوث الأممي استعداد الأمم المتحدة لسحب مقترحها بشأن القائمة الثالثة في حال تم التوافق على قائمة متوازنة وذات مستاقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ومخرجات سوتيشي ترجمة نانسي قنقر